حديث الضعيفة والموضوعة والباطئة فاشروا مليك أحضر لي عليك وكل احضر من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذب احضر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من المقعده من المقعد إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل بها على خلقي ولم يدد مصر على معصيتي وقطع نهاره في ذكري هذا الحديث حديث باطل قال الله عز وجل إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر وسوائي الخيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد تحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم وأتبغضون إلي بمعاصيهم وهم أحوج ما يكونون إلي أهل ذكري أهل محبتي أهل شكري أهل نعمتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا إلي فأنا الطبيبهم أبتليهم بالمصائب حتى أطهرهم من الذنوب والمعايب والحسنة عندي بعشر أمثالها وأنا أرأف بالناس من الأم بولدها هذا كذب هذا كذب حديث ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن هذا باطل لا أصل له لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليخرج من أرضي وسمائي وللتمس له ربا سواهي صل وراء كل بر وفاجر هذا الحديث ضعيف ضعيف عبدي أطيعني تكن عبدا ربانيا تقول لشيء كن فيكون هذا كذب كذب لأنت تريد وأنا أريد ولا يكون إلا ما أريد فإن سلمت لي فيما أريد ففيت كما تريد وإن لن تسلم لي فيما أريد أشغلت كذب ما تريد ولا يكون إلا ما أريد هذا كذب الجنة تحت أقدام الأمهات هذا لا أصل له هذا لا أصل له والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أيضا هذا واهل ضعيف يعني أحاديث وانتبه من الكصص الواهية قصة الحمامة اللي عشيست على أغباب الغار والعنكبوت والقدى هذا أضي ضعيف لا يسأل من لم تنهو صلاة عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له هذا منكر هذا منكر إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له الإيمان هذا حيث ضعيف ضعيف وحديث أدبني ربي فأحسن تأذيبي هذا أيضا حديث لا أصل له حديث من حج ولم زمني فقد جفاني هذا باطل هذا باطل حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافع بها هذا منكر أيضا اطلب العلم ولو بالصين هذا باطل صوم روضان معلقهم بين السماء والأرض اللي يرفع له زكاة الفترة هذا ضعيف أصحابي كالنجوم بأيهم اغتديتم اغتديتم كذب هذا موضوع كذب أبغض الحلال عند الله الطلاق ضعيف إحنا الآن متعرضين لفكين كماشي إدخال الباطل في الدين وإخراج الحق منه إدخال الباطل في الدين عن طريق ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوع في الاستدلال وإخراج الحق منه إنكر الأحاديث الصحيح فإنتو لما تهملوا جهود أهل العلم وتقولوا الأحاديث اللي هم نفسهم طول عمرهم بيقولوا هذا أحاديث باطل وموضوع تطلع برضو تقولوا يا ضيعة جهود هؤلاء العلماء لي أنتو ركنين جهد هؤلاء العلماء على جنب وبرض الباطل تعود تقول فيه ليل نهار لماذا لا تبحثون لماذا لا تتعلمون تذكر ليس العلم بكثرة المسائل تذكر إنما العلم الخشي تذكر العلم على الحقيقة مش إن كل ما أقولك في مسألة تقول لي آه العارف أقول للعلماء فيها وقال فلان وقال علان والراجح في الخلاف كذا وكذا والدليل كذا وكذا مش دا العلم دا وسيل الغاية أن تعرف ربك وأن تقيم العبودية على وجهها كما أرادها منك رب العالمين ليكون مستقرك في النهاية إلى الجنة إلى هذا العلم ما كان يهدي صاحبه إلى رب العالمين لم يزدد من الله إلا بعدا بسبب ثبوت الحجة عليه وتذكر الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم براهين حق أوضحت صدق قوله رواه ويروي كل شد وشائب ومن ذاك كم أعطى الطعام لجائع وكم مرة أسقى الشراب لشعر بي ضواني ويروي كل شديد ورحمة المسلمين